اهلا وسهلا فيكم من جديد مطبخة رؤية وصلنا لفقرة التغذيب واليوم هيك بنعمل مشروب صحي لكل الناس اللي شوي هلأ بتعاني من رشح يعني بتقدر تشربه بيخفف عنها شوي فمع شفني ضاله أكيد المشرفة على الموضوع بكتورة ربا مشرفة برعاية برعاية يعني برعاية الربعة هذا الموضوع لأنه هي بتقر قدي حطة عسل قدي شوف هون احنا هون مكثلين الكميات كثير اه طبعا بس انتم طبعا اتبعوا على التعليمات خلينا شوف المقادير بكتورة خلينا نحكي المقادير المشروب الطيب هذا خاصة بفصل الشتاء قربنا عن نزلات البرد الله يحمينا احنا ما قربنا احنا دخلنا شوف المكونات في جنجر في زنجبيل في عسل يلا وين مكونات نسيونا راحوا هنشف المقادير مع بعض يلا يلا ربا يلا رح نستخدم كوب زنجبيل مقطع ربع طبعا طازج ربع كوب عسل تقدروا تتحكموا بكمية العسل بس العسل مفيد اكيد للمناعة ربع كوب عصير ليمون ولتر مو مغلية سهلة وسريعة ومفيدة خاصة الجنجر في المرد الفعالة بنسميها احنا الجنجر الجنجرول هي اللي بتاعتي الخصائص الطبية هي هادي هي هادي هي هادي كل حال هادي مشروب فيه نشرب طبعا دافي صح او بارد البتكم اياه بس انا بنصح كشف انكم ما تغلو الجنجر اه سوري بيصير مرارة صح انا شو بساوي فيه صراحة هادي بعد ما تقشروا كما ديكم ما تقشروا بس غسلوهم ها البتكم اياه بنقطع بهالشكل شرحات رفيعة هايو وبصب عليه مي بتغلي اوكي عشان ياخد الفلايبر وما بدي ايه انا غلي منقوع عشان تستفيد من كل شي رح ينزل منه هايوا بابعرفت الدكتورة بت صح وبعدين المشكلته مرات لما تغليه بطول بتحسي انه مرمر تقلب مرر صح فانا هون هاي عندي المنقوع صار جاهز تقدر هاي تسخنها بعدين بضب كل النكهات موجودة عندي يعني انا ما غليته لكن استخلصت كل نكرة الزنجبيل بشكل ممتاز شوف حتى بيين اللون بيناس بيحبوا مثلا من هدول مكونات تقدروا كمان بالخلاط تخلطي 3-4 قطع عشان تطلع لك قطع زنجبيل بيحبوا حدقت الزنجبيل والفوائد الموجودة فيه كمان بتقدري تعمليها بصير هون منقوع وبتقدري كمان انه مثلا 3-4 حبات على الخلاط هيك تخلطيهم برضو بتاخدي قيمة غزائية فيها كتير طيب هلو ليلة كمان عندنا جاه صارت جاهزي لا بدي اضيف عصير هالليمون مهم فيتامين سي هون المناعة كلها يا السلام تمام كتير مشروب سهل و بسيط وراح ينضيف كمية العسل ربع كوب تمام طبعا دكتورة متبقيت لي اه بس ما هي لا بس انا ازوها لهاي 3-4 كشات بسوي بس العسل بسوه خمسة كمان اه اه اوه اوه اشي العسل فيه وسائل كالوريز اكيد المعلقة الصغيرة 21 كالوريز بس احنا منستخدم العسل لفوائده الغذائية جدا والعالية جدا المواد المضادة للأكسودة مواد مفيدة لالتقام الجروح مضادة للبكتيريا حكينا قبل بحلقة سابقة عن عسل منوكة وفوائده يعني انواع العسل هالله صارت شم الريحة شم بعدين مفيد جدا عفكرة العسل بساعد كتير الناس اللي عندهم غثيان اه او حتى يستخدم للحوامل بكميات تقدر تاخد حتى من المبروش بمقدار معلقة صغيرة انت عم تحكي عن العسل؟ لا عم تحكي عن زنجبيل يستخدم لحالات الغثيان خاصة بتصير بي اول اشخل من الحمل مسموح تقدر بتخفي يعني اذا واحد مثلا ما كله هيك صح الحم صفول صار معه غثيان يا دهامشي بعد الحم صفول بدك اكيد بدك بي زنجبيل اليوم دهامشي عيد بيلاده محدش احكي معه اليوم عندنا عادو اليوم اه لا تطرف عليه اقتراحات هلا راح نحكي كمان على القيمة الغذائية والسعرات السعرات طبعا هون جاي فقط من العسل هاي صار جاهد المسروب عندي اهه خلينا الان نصبه ببساطة اولله نحط فرح الطيمون عوجه بسير نشربه سخن ونشربه بارد اه بارد بس طيب كثير شف شكله اه شكله كثير طيب وبسيط وسهل بتدار بتتسويه سهل يعني يسوي لكم هالبريق وخلوه عندكو على طول بسير بالتلاجم اذا متشربوا شاي وقهو يضلكوا يشربوا منه طبعا الاعشاب بعدين ما في كافيين احنا اللي بيميز الاعشاب لما نشربها انه ما في كافيين بسم الله وعننا مواد مفيدة اهو هلا منحط شرحات ليمون اه انا عليكي بس دعرف شف هلأ وقته هلأ وقته لانه هلأ مع تقلب الطقس كمان شوي برد وشوب وبرد وشوب بسير الواحد بده اشي يرفع المناعة وسهل ولو ناس عندهم سكري وعن جد بقدر يخففوا العسال لانه مفيد بس او ممكن يستخمدوا مونوع من المحليات بس احنا ما استعملنا العسل عشان يحلي بس احنا استعملنا عشان فائدة بس برضه في ناس بقولك انا لكل الاشخاص بنعطي اقتراحات معوا بلغم كمان روعة روعة العسل مفيد جدا بالله للبلغم العسل ولا الزنجبيل بدي اقول والعسل كمان كمان الزعتر بقولوا كمان شف مشكا مشاكل اه مفيدة جدا مالك اسكينتي اليوم اه لا شف مالك يا حزيني انا سكينت شف نضال ناخد اربط عين انت بتسنها الصبح ناخد القيمة الغذائية شو يلا ناخد لو سمحت البطاقة الغذائية هي الفاتورة الفاتورة ما سميها عندي دكتورة هاي هروبي يلا عندنا الميتة جرام يعني تقريبا من قدر نحكي كوبين فيها ثلاثين سعر حرارية اللي هي جاي من العسل فقط سبعة جرام مننا شويات اذا احنا طبعا من العسل عم تيجي ما فيه اي دهون ما فيه اي بروتين ومصدر اساسي لفايتامين سي اللي هو فيتامين جين مفيد جدا وعندنا المواد مضادة الأكسدة اكيد فهذا مهم جدا للمنقوع للمناعة لتقوية الجهاز المناعي التخفيف من نزلات البرد المشاكل الاضطرابات المعاوية او الغذيان هذا برضو بساعد وزي ما حكينا مفيد للحوامل بأشهر او ايش يا شيف السلام ايش يا شيف خرب عاد كنت اقول لك توب لا لا سديني كمان صحي سديني كمان صحي ايش عامل لنا هون انا ما تبعش زاكي كتير اوه اوكي وحطينا عليها جبني كمان عوجها اوكي عم بيجينا تعليق للناس يعني في واحدة بتقول لي العسل غالي بايش نقدر نستعمله نستبدله اما بدها عسل وطب طيب شوية السكر عليه اذا بدها تحلي بس العسل انواعي يعني فيه هلا وبعدين العسل حلو نستثمر فيه اه في كتير انواع مفيدة جدا للجهاز المناعي يعني بس بتقدر تاخد احنا حطينا اقتراحات شوفي يعملوا قطر اه يعني وتحط له ملعقة على كل بنيج هذا بيعطيها بكسر بكسر المراج بكسر المراج بس اذا كان عندكم عسل اولا العسل يعني او اذا بدها محلي يعني اذا بس عم نستخدم العسل كتحلاي هم تقدر يتبدليها بس احنا هون عم نستخدم العسل كفائدة غزائية صح اه مواد مفيدة للمناعة كصحة يعني لانه فيه مواد العسل مواد مضادة لبكي شده اللون كتير حلو منظره انا كتير حبيت شكله انا كتير حبيت شكله بعدين حلاوته انه زي ما حكي الشكل لانه منقوع فما بيكون فعمه اه اه زي المغلي زياده بس هذا بالليل ساخن كتير بيريح بيريح الأعصاب وهيك كتير حلو يعني بكتي ناس بيشربوا شاي ومنبهات لا يصبوه هو سخن اه وضيفوا عليه العسل والليمون ويشربوه مباشرة والله فكرة بس ما يغلو العسل مع الليمون بمرمر طبعا طبعا العسل والليمون هو اضافة بالآخر لمنقوع الزنجبي حتى تظل فيه النكهة وفيه الفائدة بقدروا يصفوه لما بدهم بيسخنوها نتفة صغيرة بل عقل الليمون والنكهات الثانية وبيستفيدوا منو وصحتين وعافية وصلى الله وبرك بيأكلوه ويحطموه طيب احنا بدي اتشكرك كتير على وجودك معنا اليوم وشافني ضال فعلا كتير فكرة حلوة وسهلة وتعلمنا انه فعليا مش ضروري نغلي الزنجبيل الزيادة عن اللزوم ملقوح هو اسمه ملقوح احنا مننقعه ما نغليه فشكرا كتير شكرا